السلام عليكم عمر معاكم هنا مع كل ارتداد في الأسواق الأمريكية يقوم المستثمرين بشراء الأسهم ثم يتفاجأوا باليوم التالي ونزول شديد بالنسبة للأسهم اللي اشتروها ولا يتعلموا الدرس في عام 22 حلقة اليوم هنتكلم عن ماذا حدث في الأسواق الأمريكية 29 سبتمبر الخميس أيضا سنتكلم عن بعض الشركات اللي طلعت بقوائمها المالية زي نايكي وأيضا سنختمها بأهم الأحداث التي ستحدث اليوم من تقرير البي سي اي فإن شاء الله ستكون حلقة مفيدة مهمة ودائما نقول الثروات تصنع في هذه الفترة والمحافظة على الثروات مهم جدا كورس متكامل أكثر من 20 ساعة ولنهاية الأسبوع في خصومات فاللي يحب يشترك يشترك طبعا خلينا نتكلم عن ماذا حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية بعد ما ارتدت الأسواق يوم الأربعاء طبعا رجعت الكرة مرة أخرى ونزول شديد لجميع المؤشرات الناس ذاك نزل الأس ام بي نزل 2.8 وحتى الداو جونز أقل الخاسرين كمان كان على نزول ونقطة مهمة كثير من المستثمرين لا يتعلموا الأخطاء تقريبا سبع مليار دولار ضخت وضخت في الأسواق الأمريكية يوم الأربعاء مع الارتداد اللي صار وطبعا تختلف الآية يوم الخميس ونزول شديد كل الأرباح اللي صارت نزلت نزول شديد يوم الخميس وهذه هي الأسواق في عام 22 لن تنتهي هذه الدوامة إلى أن يقوم الفدرالي بوقف رفع الفائدة قد تستمر إلى عام 23 ولكن الطريق مظلم حتى الآن في عام 22 القطاعات كلها كانت بالأحمر إلا قطاع نقدر نقول قطاع النفط اللي كان أفضل الخاسرين وطبعا السبب أنه الدولار الأمريكي دائما نقول لما الدولار الأمريكي ينزل السلع ويعني أكثر السلع دائما يعني تكون ارتدادها جيد ربما ما ارتدت بهذا الشكل ولكن على الأقل أنه البرند كسر حاجز الـ 85 الآن نشوف هل هيستمر في الارتداد أو هينزل ولكن هذه مؤشرات مهمة جدا تشوف مثلا الهيتماب بالنسبة للأسواق الأمريكية وزي ما أنتم شايفين كل شيء بالأحمر يعني فيزا كانت من الشركات اللي كانت مرتدة زي ما قلنا قطاع النفط كان أفضل أداء أمس ولكن النقطة المهمة هي شركة تيسلا وآبل تكلمنا عن شركة آبل في حلقتين لو تتذكروا وقلت أني فتحت يعني مراهنة أو شورتس ضد هذه الشركات يعني كان الوقت أقدر أقول لكم الصدفة ضربت هذا الوقت لأنه الشركتين نزلت أكثر من 10% في ظرف آخر ثلاثة أيام تقريبا فكانت من وجهة نظري صفقة مميزة ولله الحمد الآن أنظر إلى شركة آبل ودائما أقول أنه شركة آبل متماسكة اليوم كسرت الحاجز نزلت إلى الـ 140 دولار أعتقد أنه الطريق ما زال يعني يعني ستنزل أكثر ربما في الأيام القادمة ولكن من أمنيتي أنه تنزل إلى الـ 120 دولار هنا ربما أأخذ أرباح هذه الصفقة وأبدأ أستثمرها وأشتري شركة آبل أيضا تسلا نزلت نزول قوي أكثر من 10% هذه اليومين الثلاثة وحقول لكم أسباب نزول شركة تسلا ولكن لو ننظر كل شيء كان بالأحمر تقريبا أمس فكان يوم صعب جدا بالنسبة للأسواق طبعا خلينا نتكلم عن الأسباب وطبعا البنك إنجلترا كان من الأسباب الرئيسية اللي عملت اضطراب بعض الشيء في أسواق السندات عملت اضطراب في حركات الفيدرالي ويعني طلع بيلرد وتكلمنا أنه مهم أنه يطلع بيلرد بيلرد يتكلم أنه رسالة الفيدرالي واضحة أنه سنرفع الفائدة إلى النقضي على التضخم أكد ما يقوله جورون باول أيضا تحدث عن تقرير التوظيف اللي ما كان جيد بالنسبة لأسواق المال طبعا يتكلم أنه مدام الجوب اوبنينجز وجوب اوبنينجز ما زالت مرتفع دائما نقول الجوب اوبنينجز يعني الوظائف المتاحة بالنسبة للناس اثنين مقابل واحد للناس اللي بتدور على الوظائف في حال ما زال الوظائف متاحة استأكد أنه البطالة ما حتزيده ما حنستطيع أن نقضي على التضخم وخاصة التضخم اللي في الرواتب التضخم في الرواتب من أصعب الأشياء اللي تقدر تقضي عليها وهذا اللي تحدث عليه بيلرد في اللقاء اللي تكلم عنه أيضا ما حدث أمس وربما كان مؤشر يعني سلبي بالنسبة للأسواق حول العالم هو التضخم في ألمانيا اللي وصل أكثر من 10% الأعلى من أكثر من 70 عام تخيلوا من 70 عام من الحرب العالمية الثانية ما جد ألمانيا وصلت تضخم بهذا الرقم نحن في مرحلة أقدر أقول لكم يعني استثنائية بالنسبة للأسواق طبعا في نهاية اليوم طلعت شركة نايكي بقوائمها المالية وكانت القوائم المالية أقدر أقول لكم ليست مثل ما توقعوا المحللين أوريكم أنه توقعات المحللين في اتجاه وأحيانا أسواق الأسهم تتجه إلى اتجاه آخر طبعا نزل سعر السهم تقريبا يعني في خلال فقط يومين نزل ما يقارب 14% أو 13% حتى الآن في الأفتر آورز نزل 9% خلينا نشوف ماذا حدث بالنسبة لشركة نايكي وأقدر أقول لكم الأي بي أس أو ربحية السهم الواحد كانت 0.93 أفضل من المتوقع خلينا نوريكم المتوقع المتوقع كان 92% وهو نزول تقريبا 20% تخيلوا أرباح شركة نايكي تنزل 20% فكان الأي بي أس أفضل من المتوقع ب93% أما لو نشوف مثلا المبيعات بالنسبة لشركة نايكي فكانت أكثر من المتوقع ب410 مليون دولار شايفين التوقع كان 12.2 هم عملوا تقريبا 12.7 فيعني أقدر أقول كانت الأرقام ليست بهذا السوء ولكن لو ننظر إلى الداخل تبدأوا تشوفوا قد إيش الشركات بتعاني في هذه الفترة لو تشوفوا مثلا المبيعات في شركة نايكي زادت تقريبا 4% المقارنة من الربع في عام 21 الربع الثالث في 21 مقارنة بالربع الثالث في عام 22 فقط نمو 4% في العادة نايكي تنمو 10% ولكن ما حنشتكي من هذه النقطة لأنه في ظل الظروف هذه يعني النمو صعب لكن شوفوا التكلفة التكلفة التصنيع المتج زادت 8% مبيعات تزيد 4 التكلفة تزيد 8 ماذا يعني؟ يعني الغروس بروفيت بالنسبة لك ينزل يعني الهوامش الربحية من 46 إلى 44 وهذا نزول من وجهة نظري كبير لشركة بهذا الحجم غير كده لو نشوف التكلفة الأخرى مثلا الوظائف زادت 10% وهذه يعني التكلفة على الوظائف تزيد 10% مع مبيعات فقط 4% أيضا ستؤثر بشكل كبير غير أنه الوظائف زادت 12% المبيعات صحيح قاعدة تزيد ولكن التكلفة قاعدة تزيد بسبب التضخم بسبب الرواتب العالية كل هذه الأشياء تؤثر على ربحية الشركة لذلك أنه تلاقي الوظائف بالنسبة للشركة نزل 13% والنت بالنسبة للشركة نزل 22% طبعا اللي يحب يتعلم تفاصيل تحليل القوائم المالية في الكورس أعلمكم هذا الشيء بطريقة مفصلة أكثر وكيف يعني أكثر من طريقة أنه نحلل السعر المناسب لشراء السهم لو نشوف مثلا من المصائب الكبرى بالنسبة لشركة نايكي من وجهة نظري هو الانفنتري أو الاحتياطي من المنتجات اللي عندهم تقريبا 44% زايد فيوريك أنه ماذا حدث بالنسبة لنايكي يعني من 6 مليار إلى 9 مليار يوريك أنه يعني استراتيجيتهم في عام 20 لما كان فيه شورتج وسبلاي تشين مشاكل يعني كان عندهم مشكلة فصنعوا أكثر من المطلوب بشكل عالي مما أدى إلى أنه المستودعات اليوم عندها كميات منتجات أعلى من عام 22 بـ 44% يوريك أنه إيش حيسوه نايكي اليوم حيبدأوا يبيعوا منتجاتهم بأقل من يعني بتخفيضات وهذا سيؤثر على البوتوم لاين بالنسبة للشركة الانفنتري من وجهة نظري هو السبب الرئيسي اللي نزل فيه السهم بهذا الشكل الكبير 9 مليون و 44% وريك تخطيط سيء جدا من إدارة الشركة طبعا لو نيجي وننظر إلى المبيعات بالنسبة لنايكي عبر الدول في نورث أمريكا ما زالت شوفوا مثلا الأحذية بالنسبة لها ارتدت 17% يعني الأسواق الأمريكية زي ما انتم شايفينها المبيعات ممتازة بالنسبة لها نمت 13% ولكن لما نشوف في أوروبا مثلا الفوتوير الفوتوير نمى 18% تخيلوا نمى 18% ولكن لما تغيروا العملة شوفوا قديش النمو فقط 1% 1% قديش أثر الدولار اليورو الضعيف على تحويل العملة من 18% نمو صار 1% بسبب العملة أيضا في الأبيرل نفس الشيء من 15% نمو إلى سلبي 1% بسبب تغيير العملة قديش بتأثر عليهم وقديش الأسواق الأوروبية العملة بتأثر لو نشوف تشاينا اللي هي أسوقها بسبب الجائحة وبسبب اللوكداون اللي عليهم يعني نازل 16% كان نازل أكثر من ذلك الربع الماضي نازل أعتقد 20% اليوم نازل تقريبا 16% ويوريك قديش بيعاني السوق الصيني اليوم بسبب اللوكداون اللي قاعد يصير فيوريكم قديش كده العملة قاعدة تأثر بهذا الشكل مما أدى إلى أنه يعني الريفينيوز بالنسبة للشركة تنزل بشكل واضح كان مفروض النمو يكون 10% ولكن بسبب تغيير العملة فقط نمت 4% طبعا نتكلم عن شركة تانية وهي كارماكس اللي هي تعتبر فيه الرائع من الشركات الرائدة في بيع السيارات المستخدمة من وجهة نظري نزول شركة تسلا بهذا الشكل اللي هو في آخر يومين منها مؤثر بشكل كبير هو كارماكس اللي نزلت تقريبا 25% نزول في يوم واحد بسبب أنه يعني عملت ميس بالنسبة للأكسبيكتيشن ب43% الناس وقفت شراءها للسيارات المستخدمة مما يعني ربما ستؤثر على السيارات الجديدة حول العالم فهذه نقطة مهمة لازم نقرأ في التفصيل ولكن يعني لما تكون الفوركاست بالنسبة لك بهذا الشكل السيء تأكد أنه سعر السام حينزل 25% فهذه يوريك المعاناة اللي بتواجه بعض الشركات الأمريكية مايكرون شركة أو الميموري تشيبس اللي تعتبر من أهم الشركات من أكثر الشركات اللي يحبوها المستثمرين الكبار والمحافظة الكبيرة أيضا المبيعات بالنسبة لها أقل من المتوقع بمليار دولار يوريك أنه أيضا مجال السيمي كوندكتر سيعاني في الفترة القادمة نشوف كده وضع الأسواق وأقدر أقول لكم وضع الأسواق لسه يعني احنا أقل من الجون لوز صحيح ولكن من وجهة نظري النقطة المفصلية اللي ربما ننزل فيها نزول قوي هي 3600 ما زالت الأسواق يعني غير واضحة اتجاهها هل سترتفع هل ستنزل ولكن ما زالت يعني في هذه النقطة المفصلية أعتقد أن القوائم المالية ستحرك كثير من الأمور في الأسابيع القادمة مع تقرير التضخم ولكن اللي بينظر إلى الاستثمار اليوم أعتقد أنه نقطة مهمة لازم نتابعها هو تقرير ال-PCE اللي هو يعتبر التقرير المفضل بالنسبة للتضخم للفيدرال يعتبر بمثابة ال-CPI ولكن اللي بيختلف عن ال-CPI إنه الأرقام كيف توزيع الأرقام مثلاً المسكن في ال-CPI 42% في ال-PCE فقط 22% الترانسبورتيشن أو التنقل في ال-CPI 15% في ال-PCE 9% أو 10% طبعاً الشيء إحنا عارفين اللي هو الماديكال كير شوفوا قديش 22% الماديكال كير مرتفع بشكل عالي في تقرير ال-CPI كان مرتفع ما نزل فأعتقد أنه هذا حيأثر على ال-PCE ولكن المسكن أيضاً كان مرتفع تقريره في ال-PCE كان أقل فربما يحسن تقرير ال-PCE غير كده المنتجات الاستهلاكية الإلزامية والخدمات يعني رقمه كبير جداً في تقرير ال-PCE 23% مقارنة بـ 12% في ال-CPI أيضاً أعتقد أنه ال-Goods وال-Services من وجهة نظري بدأت تنزل بشكل عالي زي ما شفنا تقرير نايكي زي ما شفنا حتى السيارات المستخدمة فربما يكون هذا التقرير جيد أعتقد أنه ربما يكون جيد أفضل من المتوقع ما هو المتوقع؟ المتوقع تقريباً هو 4.6% وأعتقد النقطة الأهمة اللي نبغى نشوفه هو من شهر جون لجون هذا طبعاً الكور اللي بتشيل منه الغذاء والأكل نبغى نشوف أنه يعني شايفين في جولاي ارتفع من شهر لشهر 0.1 يوريك أنه ما زال التضخم بيستمر نبغى نشوف هذا يتجه إلى الصفر أو إلى السلبي ففيه نزول بالنسبة لتقرير التضخم من وجهة نظر إذا طلع تقرير ال-PCE وحتابعكم بحلقة عن تقرير ال-PCE كان تقرير جيد أعتقد أنه حيصير فيه ربما ارتداد بالنسبة للأسواق الأمريكية ولكن دايماً أقول للمستثمرين الطويل والنظرة طويلة في الأسواق ما زال هناك يعني عوامل كثيرة شفنا تقرير نايكي يوريك قدي إيش أنه الشركات بتعاني من العملة العالية من التضخم ويعني ما زال ونايكي طبعاً تقدر تقوله من الشركات اللي بيستخدمها الكل في حياته اليومية فمؤشر غير واضح ونزول شديد بالنسبة للشركة من وجهة نظر القوائم المالية في شهر اكتوبر حتكون مرعبة بعض الشيء فإن شاء الله بالتوفيق في استثماراتكم واللي بيضارب اليوم في الأسواق خليكم حذرين لأنه قد يصير ارتداد قوي أو قد يصير نزول قوي في حال تقرير ال-PCE كان بالسلبي وإلى اللقاء